السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو إذن بعد الفيديو الخاص بالفورمات وعدتكم بفيديو الذي سأقوم فيه بتطبيق الأمور التي أقوم بها مباشرة بعد الفورمات وما هي البرامج التي أقوم بتحميلها وتتبيتها وبطبيعة الحال من المواقع الرسمية أنا لا أعتمد على المواقع الأخرى التي تقوم بكل أمور بشكل أوتوماتيكي أحب دائما أن أقوم بتحميل الأمور شخصيا من المواقع الرسمية إذن من الأمور التي يجب عليك أن قيم بها طبيعة الحال فكذلك الساعة هناك العديد من لا يعرفوا أن الساعة طريقة تغييرها فقط اضغط كليك يمن هنا ثم أدجاست دات أن تايم ثم فقط قم بتغيير تايم زون قم بتغيير تايم زون إلى تايم زون الخاص بك أنا في المغرب كازابلونكا اختار تايم زون الخاص بك ثم اضغط على Synchronize Now وانتهيت هذا هو كلما الأمور بخصوص اللغة شرحتها في فيديو الفورمات يعني نسيت كان علي أن أقوم بتركها إلى هذا الفيديو لكن شرحتها في فيديو الفورمات تقوم بالضغط على Language Preferences وتقوم بإضافة اللغة الخاصة بك ويضاف لديك الكايبورد الخاص بك لكن يوجد مشكل الكايبورد ليوت يعني في بعض الأحيان تضغط على حرف A ويكتب لك مثلا كيلون أو تضغط على W ويكتب لك I يعني هذا مشكل الكايبورد فهو السهل وشرحته ولن نقوم بشرحيه هنا ستدخل على قناة يعني ستدخل على يوتيوب تكتب يعني كايبورد كايبورد ليوت مصاري حاكيم جيد إذن هذا هو الفيديو هو هذا الفيديو الأول هذا حل لوحة حل المشكل لوحة المفاتيح الكمبيوتر تكتب أحرف خاطئة إذن أدخل على هذا الفيديو هذا وطبقه وستعمل معك يعني لوحة المفاتيح بشكل عادي ستحتاج أعتقد كذلك أعتقد هذا كل ما يخص بالنسبة لهذه الأمور آه قد لا تحتاج مثلا هذا هذا الصفحة هذه قد تتقي شيئا ما الحاسوب خاص بك اضغط كليك يامين هنا في الفرق ثم News and Interest ثم Turn Off وانتهيت إذن بالنسبة للبرامج أول برنامج وأشدد عليه ويجب عليكم أن تقومون بتحميله وستشكروننا عليه لأنه جميع البرامج ستتبت إذا كانت لديك هذه الأمور في حاسوبك إذن المتصفح الذي ستستعمل طبيعا الحال هو الـ Edge لماذا؟ لأنه هو المتصفح الذي ستجده مباشرة بعد الفورمات ادخل على الـ Google ثم اكتب All V C Plus Plus ثم ادخل على الموقع Take Power Up ثم Download ثم اختار مثلا هذا السيرفر هذا وسيبدأ معك التحميل ستحتاج لكي تقرأه ستحتاج إلى الـ WinRar دائما جوجل ثم اكتب Rar Lab ستحتاج إلى هذا البرنامج هذا فهو رائع لقراءة الملفات المضغوطة اختر لغة التي تريد انا اريد الانجليزية النسخة 64 ها هي النسخة الفرنسية وها هي النسخة العربية اين هي؟ ها هي النسخة العربية اختر 64 او 32 على حسب النظام الذي لديك اذا سأقوم بتثبيت الـ WinRar هو الأول جيد اوكي ثم Done جيد انتهيتم من الـ WinRar سأقوم بالدخول كذلك على Download سأقوم بفتح هذا البرنامج هذا لاحظوا معي سأقوم بالضغط على click yamin ثم اضغط على extract 2 visual لكي يجمعها في مجلد ثم ادخل على هذا المجلد هذا ثم click yamin على الـ install ثم run as administrator سيقوم هذا البرنامج بتثبيت all vc plus plus التي ستحتاجها اغلبية البرامج مستقبلا اذا بمجرد ان تقوم بتثبيت هذا الـ all vc plus plus فانت يعني تقريبا 80% من المشاكل التي ستواجهها سواء في تثبيت الالعاب او البرامج او هذا انت انتهيت الآن يعني 80% من المشاكل حللتها الآن ستحتاج كذلك الى تفعيل واحد الخاصية يعني اذهب على start ثم control panel ثم اترك يعني خيار category ثم اذهب على yunan install program turn windows features on or off ثم افعل .net framework 35 قم بتفعيلها ثم ok ثم let windows update download the file for you و ترك يعني ال windows طبيعا حال هذا الامور يجب ان تكون الانترنت لانه سيقوم بتحميل الفايل من الانترنت وتتبيتها اذا في انتظار هذا الامور هذه سندهت دائما المتصفح جوجل نبحث على الافيس يعني سنقوم بتحميل ميكروسوفت اوفيس يعني سنحتاج الورد الاكسيل powerpoint كل هذا الامور سنحتاجه اذا سنقوم بتحميلها ستكتب هذا الموقع هذا add guard iso ثم تدخل على الموقع هذا جيد نساوريكم طريقتين لان هذا الموقع هذا ربما لن يشغل مستقبلا لانه سينتقل الى الموقع هذا اذا ساقوم بفتح كذلك الموقع هذا جانبا هو هذا الذي سيكون يعني مستقبلا هو هذا الذي سيكون مستقبلا لكن ساشرح الطريقة على الموقع القديم وساشرحها الطريقة على الموقع الجديد على حسب انت الوقت الذي ستشاهد فيه الفيديو اذا سنرى الان هل انتهى applying change الآن يقوم بالتثبيت ثم يعني سنختار هنا ستختار ميكروسوفت اوفيس ثم select version اذا كان لديك يعني windows 10 فانت يعني ستقوم بتحميل اما 16 او 19 او 21 انصحك بهذا النسخ هذه لا تقوم بتحميل 365 تفديا للمشاكل وكذلك قد تواجه يعني بعض الامور في خصوص تفعيل انا شخصيا ساقوم بتحميل 21 اذا اردت 19 قم بتحميلها اردت 16 قم بتحميلها بالنسبة لي windows 11 اعتقد فقط 21 هي التي تعمل ربما 19 لم اتأكد صراحة المهم 21 تشتغل في windows 11 وتشتغل كذلك في windows 10 ثم اختار بطبيعة الحال هذه النسخة professional plus اللغة توجد العربية توجد لديك الانجليزية توجد كذلك الفرنسية انا احب دائما هذه اللغة اذا اختار هذه الخيار ثم اضغط على دونولد طبيعة الحال هذه الأمور اقوم بها في المتصفح استعمل نفس المتصفح لكي لا توجهك لكي لا توجهك المشاكل ثم اضغط على وستنبطق معك نافذة التحميل اذا لم تعمل معك نافذة التحميل فقط قم بالضغط على هذا الرابط ثم اضغط على انتري او انتر في الكايبورد وسيقوم يعني بالبدء التحميل يعني الطريقة هذه فهي مجربة ثم ستجد انه يعني بدأ معك التحميل اتركه يعني يقوم بتحميل ودعنا يعني اشرح لك الموقع الجديد في حالة ما اذا هذا الموقع هذا لم يعد يعمل فستجد هذا الموقع هذا فايلز ارجي تيريب سيس ادغارد نقطة نت هذا هو الموقع الذي ستجده ربما مستقبلا ثم تضغط على ثم ادخل على ثم نزول اوفيس هايا لديك من اوفيس 2003 الى حدود اوفيس 2021 قم بتحميل اخر نسخة في 2021 من نسبة لي حاليا عندما اشرح الفيديو لديك اللغة ارابيك انجليزية ابحث عن اللغة التي تريد واذهب مباشرة على برو بلوس برو بلوس برو بلوس 2021 ثم اضغط على دونولد فايل وسيبدأ معك التحميل انا بالنسبة لي ساقوم بإيقافة التحميل هذا لانه نفس الرابط وللاشارة فهذا التحميل هذا فهو من الموقع الرسمي من ميكروسوفت دونولد ثم ستختار الويندوز طبيعة الحال وستختار اللغة التي تريد اذا سأترك الانجليزية فري دونولد ثم سيبدأ معك التحميل مباشرة جيد اذا سنرى الان جيد انتهيت من ال .NET فريمورك ثلاثة خمسة ثم سأقوم بغلق هذا ال control panel لماذا ايضا سنحتاج سنحتاج كذلك الى قارئ الفيديوهات اذا دائما قارئ الفيديوهات سنحتاج الى ماذا سنحتاج الى جوجل ثم تقوم بتحميل VLC فهو برنامج يعني تعريف جيد دونولد انتظر شيئا من الوقت جيد ويبدأ معك التحميل بشكل يعني تلقائي اذا لقد انتهى معنا يعني الفوكسي تريدر سنقوم بتتبيته ضغطتين الران ثم نتركه يعني يبدأ التتبيت اعود الى جوجل اقوم بتتبيت مشغل ايضا للفيديوهات رائع كودك كودك جيد كودك جيد هذا الموقع هذا ستدخل على كودك جيد لكي تقوم بتحميل هذا المشغل فهو رائع ندب على دونولد هي هذه دونولد قم بتحميل سواء الباز البيزيك اذا تريد فقط يعني انا ساقوم بتحميل الميغا فيها كل الامور دونولد ميغا ثم اختر السيرفر الذي تريد انا ساقوم باختيار هذا السيرفر الاول وسيبدأ معك التحميل جيد اذا في حين انتهاء هذه الامور هذه ساقوم باستكمال مراحل خاصة ب اه عفوان الخاصة بالفوكسيت الريدر يعني البيدائف قرأ ملفات البيدائف قم بنزع هذا الخاصة هذه كذلك هذه الخاصة هذه دونت انستل لا تقوم ب هنا يعني انتبهوا بعض البرامج فهي تقوم بزرع برامج داخلها اه اضغط على don't install free اه pdf editor ثم اه install جيد اذا سنعود هنا لنرى مين الامور التي انتهت كذلك اذا لا تزال لدينا VLC والكلايك الأوفيس كذلك سننتظر ثم اه اترك هذه العلامة ثم finish لكي يفتح معك البرنامج not now ودخل always perform this yes قل له yes جيد اذا ستدخل على file ثم preferences ثم تذهب مباشرة على general قم بنزع هذا الخاصية هذه لكي يعني لا تظهر لديك الإشهارات show start show advertisement show floating جيد اوكي ثم اغلق البرنامج وتعالى مع هنا قم بتحميل كذلك قد تحتاج ربما كروم وتحتاج مثلا الموزيلة اذا كروم اكتب كروم دخل على الموقع الاول اه قم بنزع هذا العلامة download اذا لم يبدأ معك التحميل اضغط على download chrome manually ثم سيبدأ معك التحميل اضغط عليه جيد اضغط عليه run ثم ترك الكروم يعني يقوم بالتثبيت لوحده قم بالعودة chrome google دائما google ثم موزيلة لمن يحب موزيلة وهذا ثم download ثم سيبدأ معك مباشرة لوحده ثم اضغط على open run كذلك وتركه يعني يبدأ بالتثبيت اه الآن اعتقد ان كل امور شغال جيدا سنرى هنا كل امور يعني تمام اه لاحظوا بالنسبة لي اه الوفيس يعطينا هذا العلامة بانه يعني انتهى لكن يجب ان تقوم ب keep تضغط على keep او اه او اه او اتعقد قغدي قغدي بالفرنسية اضغط على keep او قغدي ثم show in folder ستجده يعني انتهى اذا اه الضروري ان تنتبه الى هذه المشكلة اين ستجد اه لقد انتهى معنا السميت انتهى معنا الموزيلة اذا هذا هو برنامج الموزيلة يمكنك تتبيته هنا يعني ضغط كليك يامين عليه كليك يامين هنا ثم pin to taskbar ويبقى معك في هذا task يعني يبقى في هذا النافذة جيد جيد نرى كذلك الخروم ضن سينيين انت بنسبة هذه بطبيعة الحال ادخل يعني الجيميل والمطبس الخاص بك يعني حساب google got it جيد ومعك الان يعني الخروم كذلك يمكنك تثبيته بهذه الطريقة هذه جيد يمكنك يعني نزع مثلا هذا لا تريده بام pin ثم كذلك هذا اترك فقط النوافذ التي تريد اذا نعود اذا بالنسبة للأوفيس انتبهوا فقد ينتهي التحميل ويعني يجب ان توافق اين ستجدت نفذة هذه فقط اضغط ربما ستكون انت هكذا كيف ستجدت نفذة هذه الخاصة بداونولد اضغط ثلاث نقاط هنا ثم اضغط على دونولد ثم ثم سي مور شاو اه 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 وستفتح معك هذا النفذة اذا ستبحث على قلنا على الأوفيس وتضغط على كيب او قغد بالفرنسية لكي يثبت يعني لكي يسجل على حسوبك ثم اضغط على الشاو ان فولدر ستجدوه على الشكل هذا ضغطتين لاحظوا فهو الآن إيزو لكن إذا وجدته على شكل وينرار هكذا قم بفتحه بالإكسبلورر واختار الإكسبلورر يجب أن تقوم بالضغط عليه هكذا مرتين ويجب أن يفتح بالويندوز يجب أن يفتح هكذا ثم اضغط على سيطب الران ثم الران مجددا وسيبدأ معك التثبيت لوحده لا تحتاج أن تقوم بالنكست ولا بأي شيء سيقوم بتثبيت الورد الإكسل باوربوانت أوتلوك البابليشر الأكسيس ميكروسوفت تيمز وغيرها من البرامج الخاصة بالأوفيس إذن نعتقد هذا كل ما ينقصنا كذلك الكلايك كوديك والفيلس إذن سنقوم بفتح مجلد الدونولد ستأتي إلى الدونولد لدينا كذلك الفيلس كذلك سأقوم بتثبيت الكلايك كوديك إذن هنا لاحظوا أديشنال سوفتور أوفرز هنا سأضغط على ديكلاين لا أريد هذا الأديشنال زادي دائما انتبهوا عند التحميل عند التثبيت ربما قد تحتاجون كذلك مثلا برامج كالأدوبي أنترنت دون وضمانات جاد طورنت وغيرها من البرامج ستجدونها في مكان آخر ستأتي على يوتيوب مثلا بحث على قناتي قم بكتابة حاكيم المصاري دخل على قناتي جيد عند الدخول للقناة ستجد هذا الوابط هنا ثم ادخل على هذا الوابط find me on ثم اضغط هنا ستجد كل الأمور هنا برامج الأخرى التي ستحتاج ستجد هنا كل أمور كذلك وينرار بالنسبة الوينرار الذي قمنا بتحميله للتو قد تواجه وحد نافد نافد لكي تتخلص منها فقط ادخل عند ادخل هنا ستجد ادخل هذا المكان هذا ما تبحث عنه ستجد كل الأمور الأخرى التي لا يمكننا أن نشرح ها هنا بطبيعة الحال كن دكيا وادخل في ذلك الرابط اذا جيد اعتقد ان البرامج انتهت يعني finish ثم كذلك finish continue اذا اعتقد اننا انتهينا يكفي ان ننتظر كذلك يبقى personalize ثم teams ثم هنا desktop في الأسفل هنا في الأسفل desktop icon settings اي يعني قم بتعليم على هذه الأيقونات لكي تظهر معك هذه الأيقونات ثم اضغط على اوكي اعتقد انني شرحت كل الأمور اذا الأوفيس لقد انتهى ستذهب إلى الرابط الذي اريتكم ما تبحث عنه ويعني تقوم بتكملة ما ينقصك اذا بعد انتهيت الأمور هذه لا تنسى العودة إلى dispension ثم قم بنزع هذا ديفيد هذا click يمين eject واعتقد انك انتهيت بالنسبة لهذه البرامج هذه يمكنك ان تحتفظ بها في مكان في د او في مكان قد تحتاجها مرة اخرى يمكنك الاستغناق عنها وتحملها في مرات المقبلة من الانترنت اذا كان هذا هو فيديو اليوم نلتقي في فيديوهات اخرى السلام عليكم